نظمت لجنة التنشئة التابعة لكنيسة الرسل في الزرقاء ندوة توعوية ألقاها النقيب أحمد ربيحات من إدارة مكافحة المخدرات في مدرسة اللاتين الثانوية المختلطة في الزرقاء الشمالي حول مخاطر هذه الآفة وأضرارها على الفرد والعائلة والمجتمع بحضور عدد من فعاليات ورعاية الكنيسة وطلبة المدرسة حيث تم خلال الندوة تعرفه على أنواع المواد المخدرة وأسباب الإدمان عليها والحد من انتشارها ودعوة الجميع إلى التكاتف من أجل محاربة هذه الآفة لما لها من ضرر كبير على مختلف فئات المجتمع بشكل عام وعلى فئة الشباب بشكل خاص واختتمت الندوة بعرض فيديو من قبل إدارة مكافحة المخدرات إضافة إلى توزيع نشرات توعوية على الحضور